جنبك أخوي سالم الأحمدي هذا باقتراح من معالي الرئيس بيكون المتحدد الإعلامي للنادي الأهلي إذا إن شاء الله يعني وافق معنا أخونا سالم إن شاء الله فإن شاء الله المجموعة الموجودة كلها معروفة لدى الأهلاويين وعفرة الإنجازات أنا مكمل هذه المجموعة واحد من طريق بالتكاتف إن شاء الله سنوصل لمستوى عالي الأهلي نادي كبير فيه كثير من المحترفين ومعالي الرئيس وعدني بأنه رح يتكفل بإضافة محترفين على مستوى عالي حتى يكون الأهلي بإذن الله حسب ما لمسته من دعم معالي السنة العام القادم في أعلى المسترات ومنافسة على أعلى البطولات نعم يعني من هذا المكان نبارك للزميل العزيز سالم الأحمدي وباركوله بن ياب عني مبروك مبروك يبارك لك تعينك مدير المركز الإعلامي أنا ما أسمع شيء عشان أنا عشان كذا أنقلك بس حديث لا تنقلي ماجد لا تنقلي ها؟ لا لا كيف لا؟ لا قرار هو قرار لا أنا ما أسمع أبو نورا والله أبدا ما أسمع طيب طيب هو ما كان يسمع الصوت بس عندنا هنا في الخير أنا أستاذ من عندكم الآن وإن شاء الله أن الله يكتب لنا الخير ويعيننا وأطلب الدعم والتكاتف من كل الجماهية الأهلوية أخواني لاعبين وجماهية وأبا شرف وداعمين أنا واحد من ضمن مجموعة أحتاج الجميع وأحتاج جعمهم التكليف كبير والكيان كبير والمأمول أن نحن نوصل إلى إلى عصر البطولات ونعيدها لكل الجماهية أهلوية موفقين أستاذ ماجد شكرا جزيزا شكرا جزيزا القيادة الرياضية مؤكد بأنها وقفت مع كل الأندية أحدها الأهلي اللي يستحق وهو أحد أركاء الكرة السعودية والدعم غير المستغرب من هيئة الرياضة ومعالي المستشار تركيا للشيخ للأهلي وبقية الأندية ومتوقع إن شاء الله يعني ثبات الأهلي المنافسة سواء محليا أو حتى قريا موفقين شكرا لأستاذ ماجد فعي الرئيس الأهلي القادم الجديد في أول حديث أول تعليق له معنا في الخيمة شكرا لثقتك شكرا لاختيارك ونتمنى لك كل التوفيق سالم تكبرشي ما تسمع يقول أنا من هذا المكان اخترت ثاني القرارات سالم الأحمدي كان مدير مركز الإعلامي في الأهلي نا أقول أنه كنت أستاذception أستاذ Kriter أن أستاذ أستاذ لا 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 والله ما عندها لكن أنا أعتذر منه على الهو مباشرة فما أقدر ما أستطيع لها meters خاصة جدا. ادعم ادعم. هذا واحد من ادعمه الآن. هذا كلام الصحي. يوم جاء عندها الدور؟ لا 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 لا. انا اشتغل ضروف يا حسن. ابو نورة يعرف تقديره معزته عندي الكبيرة جدا. ابو نورة عنده ظروف. لا 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 ما ليس. هذا وافق. خدمة الان اول. تقديره لكن انا العمل الرسمي في الانديا بالنسبة لي صفحة وطوية. طيب سعد صلالي ابو فهد. اسمع من فرصتك يا حمد. ياخي سالم اختارك. ايش اسمه? وبعدين يا اخوي عشان نفتك منك من الخيم. عشان نفتك منك من الخيم. يعني ما حد تقدرون. يعني. خلاص مبروك مبروك. انا بوصل لك يعني الكلام بدقة يعني الاستاذ ماجد الفيعي قبل شيء امتداخل معنا. لما اتكلم عن ابرز القرارات قال ان ابرز القرار الان هو القرار الاول. اللي بعد تعيين موسى المحياني. اللي هو الاستاذ سالم الاحمدي. وقال ان مقترح من معاني المستشار. بدن الله انا معهم في بيتنا. مبروك مبروك. زين كويس. نكتب الآن عاجل الزميل العزيز. عاجل ومدير رئيس النادي ليس سالم الاحمدي. لا عندنا في الخيمة. عندنا في الخيمة يعني. هو قالها الرئيس واحنا بنأكد عليها. ترحلنا كلنا نكمل بعض. وعلى فكرة احنا سعيدين يعني جدا بوجودك. انا مقدر الحالة انت في. وبنفقدك يمكن نفقدك في الخيمة ها. احنا مقدرين الحالة لنسي. خلنا كل شيء يجيب مداخل. الف الف مبروك. كل مرة نسأل الموسول جاي. يسوي مداخلات يرد على يعلق على مواضيعنا. وردنا وبيانا على الاهلي. هو يعينه على الجلد بس. ها؟ هو يعينه على الجلد. هذا عندي يعني. الف الف مبروك. شوف الاهلي ترى. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.